الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أبوالي والأخي من الإسلام أعود إلى القرارة المسلمين فيقه بسؤولة الوحيدة عن أحكام الصوم المقرارات التي تقوم بعمل رمضان و المقرارات نحن نقوم بأسئلة من أخي شعيب دلوار يسأل في حالة التراويح نفهم أن الكثير من المنطقة المسلمين يسألون تهجد خلال التراويح بعد إشاء الآن ما سأفعله في حالة التراويح أخي شعيب النبي صلى الله عليه وآله و سلم قال لا تراني في ليلة لا يجب أن تظهر اثناء التراويح في الوقت يعني إذا تظهرها في البداية من المنطقة خلال الإمام في تراويح ثم إذا تظهر إذا تظهر إلى تهجد أو تظهر أكثر في المنطقة المنطقة ثم لا يجب أن تحجد التراويح أكثر و هذا المنطقة المنطقة بالطبع هناك ثانية طريقة يجب أن تظهر عندما تظهر الإمام يمكنك أن تذهب وأنتظر أكثر بعده لذلك تظهرها إلى صلاة و تظهر حتى الثلاثة لأنك تريد التراويح حتى تظهره حتى الثلاثة تظهر إنصرف مغفورا يجب أن يجب من المنطقة والترميس هذا هو طريق لكن السياريو الذي أخبرك أن تتعلم ثم ثم تتعلم هذا لم يتم تقلق حتى الثلاثة حتى الثلاثة حتى الثلاثة حتى الثلاثة بعد الثلاثة التي تظهر لكن إذا لم تستطيع ثم تتعلم جزاك الله خير يا شعيب سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بين القنقر وترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على العزم